الكتلة التركمانية في مجلس النواب دعت الحكومة المركزية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى كاركوك لحفظ الأمن وضمان عدم تكرار الخروق والتي كان آخرها الاعتداء على مقار للجبهة التركمانية في المحافظة بعد إقحام محافظة كاركوك في مشكلة الاستفتاء المزمع إجرائه في 25.9.2017 زادت التوترات في المحافظة وكان آخرها المشكلة التي حدثت يوم أمس 18.9.2017 بالهجوم على مقر الحركة القومية التركمانية ومقرات الجبهة التركمانية نتيجة المظاهر الاستفزازية التي يقوم بها البعض في المناطق التركمانية تأييدا للاستفتاء إن الموقف الحرج في كاركوك يستلزم من الحكومة الاتحادية ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية لحفظ الأمن والاستقرار في كاركوك وندعو السيد رئيس الوزراء لإرسال تعزيزات من الشرطة الاتحادية لحفظ الأمن كما ندعو السيد وزير الداخلية إلى إرسال لجنة تحقيقية للوقوف على الحقائق وإعداد تقرير مفصل بكل ما جرى من أحداث ومحاسبة المقصرين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل كما ندعو قائمة التأخي لتقديم مرشح لغرض التوافق بين مكونات المحافظة لإشغال منصب محافظ كاركوك بدلا من المحافظ المقال